اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومنافسات البطولة بالإضافة لمجموعة من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدر من المهتمين بهذه رياضة العريقة كما تبادل دلالة الملك المفادة الأحاديث الودية مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حول العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافتان إلى الدور التي تلعبه رياضة سباقة القدرة في تعزيز أواصر التعاون بين مختلف الدول ومد جسور التفاهم والتعارف وتعزيز قيم المحبة بين الشعوب العالم بعد ذلك تابع حضرة صاحب الجلالة منافسات هذه البطولة العالمية والتي شارك فيها فرسان من مملكة البحرين إلى جنب فرسان 45 دولة من مختلف دول العالم حيث تعتبر هذه البطولة من أهم وأكبر بطولات الاتحاد الدولي للفرسية وتعد المشاركة والفوز بها هدفا لكل الفرسان في العالم وقد عرب صاحب الجلالة العهد المفدى حفظه الله ورعان شكره وتغنيره على ملغيه من ترحيب وحسن استقبال وعلى ما وفرته جمهورية سلوفاكيا من كافة الإمكانيات للمشاركين في البطولة نعم مشاهدين الكرام متواجدين هنا مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين طول العمر نحن شاكري لك أول شيء وسعيدين جدا باستضافتك عبر قناة ياث والله أنا اللي شاكر لكم جهودكم الكبيرة في يعني توعية الناس عن هذا الرياضة الأصيلة بالمناسبة نشكر اسم الشيخ محمد بن راشد اللي شجع وأسس وشجع كذلك دول أن يكون عندها هذا النشاط وإحنا مشاركين كأخوالكم والنتيجة واحدة نتيجتنا فوزنا ولا فوزكم واحد فوز الإمارات فوز البحرين ومشاركة البحرين ومشاركة الإمارات بالتأكيد طول العمر شو طباعك عن المشاركة البحرينية اليوم المشاركة البحرينية على مستواها دائما في المقدمة يعني تشارك وتنافس هذا روح الرياضة بس إنها تكون بروح رياضية تحدي بروح رياضية هذا شيء عظيم طول العمر في مملكة البحرين رياضة القدرة صار لها باع كبير في السنوات الأخيرة صار فيه اهتمام كبير من سموكم ومن سمو الشيخ ناصر بن حمد أيضا في هذه الرياضة شو اللي تطمحوا لشو الخطوات القادمة بالنسبة لرياضة القدرة اللي لاقة اهتمام كبير في الإمارات وفي مملكة البحرين والله أقول هذا عند الإبن ناصر وعنده استراتيجيته وسياساته في الخير وفي الرياضة ومحول يسمع لكن هو اليوم قدوة الشباب فجابه شباب البحرين نتائز طيبة في مختلف الأنشطة الرياضية لأنه بنفسه يشارك وينافس ويقبل المنافسة وبروح رياضية يعني انفاز حنوا وانخسر حناهم هذا أهم شيء والعمر شكري لك جزيلا شكر مرة ثانية على تواجدك معنا في خناك شكرا شكرا هذا وقد قدم زلالته هدية تذكارية إلى الفارس سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة الذي حقق المركز الثالث في بطولة العالم وهي عبارة عن سيف بحرينية حيث تفوق سموه على أكثر من 140 فارس وفارسة من مختلف دول العالم والأول على الفرساني من الدول العربية المشاركة في هذه البطولة بعد انحققت أسبانيا المركزين الأول والثاني في البطولة مشيدا زلالته بالمستوى الكبير الذي قدمه سموه في المراحل الخمسة لسباق مهنيا سموه الفريق الملكي بالإنجاز الكبير الذي تحقق في بطولة العالم كما شكر زلالته أشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب الثاني لرئيس الاتحاد الدولي للفرسية على فتاحه بطولة العالم القدرة نيابة عن رئيس الاتحاد الدولي للفرسية وعلى التنظيم الراقي والإعداد الجيد وتقديم مختلف التسهيلات للفرسان المشاركين وأكد زلالة الملك المفادة أن مملكة البحرين ممتلة في الاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة تحرص على المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية لتعزيز التواصل والتعارف بين مختلف فرسان العالم وبما يسهم في تبادل واكتساب المزيد من الخبرات حول مستقبل أفضل وواعد لسباقات القدرة العالمية وأثناء زلالته على المشاركة الإيجابية لفرسان الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخريفة في هذه البطولة وبما حققوهم من نتيجة مشارفة وبالإنجازات التي يحققونها في مختلف المشاركات الخارجية والتي تشرف الوطن وتؤكد الروح المعنوية العالية والمستويات المتقدمة التي يمتلكها أبناء البحرين منوها جلالته بأن فرسان مملكة البحرين قادرون على إثبات وجودهم في المحافل الخارجية واستعدادهم الدائم لحظ المراكز المتقدمة تعزيزا لمكانة الوطن ورفع علمه في كافة الميادين والمحافل مؤكدا جلالة العهد المفادة على النجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في رياضة سباقة القدرة على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك من خلال مشاركتها في العديد من السباقة والبطلات الدولية والتي عززت من مكانة هذه الرياضة في المملكة وتطورها وعطت الصورة المشارفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وتألقهم في مختلف المنافسات كما شهد زلالته بالتعاون القام بين الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والاتحاد الدولي للفروسية خدمة لهذه الرياضة العريقة والتي تحظى بشعبية عالمية كبيرة منوها جلالته بأن مملكة البحرين تعد من الدول التي تملك أفضل المرابط للخيل العربية والأصيلة والمسجلة في منظمة الوهو والتي تشتهر بنقاوة سلالتها وقوة تحملها للسباقات هذا وشد صاحب الجلالة بالجهود الموفقة التي والي مثلها سمو الشيخ ناصر بن حمال الخليفة في سبيل تطوير رياضة سباقة القدرة والوصول بها إلى مستويات أفضل والارتقاء بهذه الرياضة الأصيلة منوها جلالته كذلك بدور الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة لتعزيز هذه الرياضة وحرصه على المشاركة في المنافسات الإقليمية والعربية والدولية متمنية لفرسان البحرين كل التوفيق ومصالة تحقيق أفضل نتائج في السباقات القادمة